أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسعد الله منامكم أهلا بكم أعزائنا المشاهدين المتابعين للقناة وكمان أهلا بكم أعزائنا المشاهدين اللي لسه بيشوفونا الأول مرة ونقول لهم شرفتوا ونورتوا القناة إن شاء الله النهاردة مع بعض فلقاءنا هنتكلم عن تفسير رؤية جديدة من الرؤى وهيكون معانا اللقاء ده تفسير رؤية آية قرآنية من القرآن الكريم وهي الآية رقم 89 من سورة الأنبياء وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزكريا إذ نادى ربه لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين صدق الله العظيم الآية الكريمة فيها نداء إلى الله يعقبه طلب ودعاء ثم يعقبه لله ثناء طيب اللي يشوف أنه أرى الآية ديه في رؤية في المنام وكان شاب أعزب مقدم على الزواج من فتاة في الحقيقة أو حتى إن كان مصلي صلاة استخارة للزواج منها فدي دلالة ليه إن الفتاة دي صلحة وتستحق إنها تكون زوجة ليه وإن إن شاء الله سبحانه وتعالى ربنا هيرزقه منها بالأولاد وكمان هيكونوا أولاد صالحين في حياتهم والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وأسعد الله دائما منامكم وكمان رؤية الآية ديه في رؤية في المنام دلالة للرأي إن تدعو الله بما تشاء فربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ولكن لما تيجي تدعي ربنا سبحانه وتعالى لازم دعائك يكون فيه خشوع وأدب واستعطاف واسترحام مع الله سبحانه وتعالى وكمان لازم بعد الدعاء يكون فيه سناء لله سبحانه وتعالى زي سبحان الله والحمد لله أو أنت خير الوالفين وكمان رؤية الآية ديه في رؤية في المنام لأي حد دلالة ليه إن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء فما فيش حاجة صعبة على ربنا سبحانه وتعالى ولكن دايما لازم نكون من أهل الخير والصدقات علشان نصرع استجابة الله سبحانه وتعالى لنا وكل من نكون سبائين للخير كل ما يكون قبول دعاءنا سريع فجزاء الإحسان بيكون إحسان فما بالكم لما يكون الإحسان من عند الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وأسعد الله دائما منامكم وكمان الآية ديه في سورة دعاء من سيدنا زكريا عليه السلام وكان نتيجة الدعاء إن الله سبحانه وتعالى رزقه بسيدنا يحيا عليه السلام والبنون رزق في اللي يشوف رؤية في المنام إنه بيقول الآية ديه فديه دلالة ليه إن الله سبحانه وتعالى هيرزقه باللي هو عايزه إن كان محروم من الأولاد وشاف الرؤية دي إن شاء الله ربنا هيرزقه بالذرية الصالحة وإن كانت الزوجة هي اللي شافت الرؤية وسمعت زوجها في الرؤية بيقرأ الآية ديه فبرضو دلالة ليها بإن الله سبحانه وتعالى هيرزقها الزرية الصالحة وعلى العموم رؤية الدعاء في المنام أيا كانت صيغة الدعاء فده دلالة على إن الله سبحانه وتعالى استجاب للرأي دعاءه وطلباته وأمنياته اللي نفسه فيها كلها والآية دي بصورة الدعاء اللي فيها دلالة على إن الله سبحانه وتعالى استجاب لدعاء الرأي اللي بالأخص فيه طلب رزق أيا كان نوع الرزق والله سبحانه وتعالى أدره وأعلم أسعد الله منامكم واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر